السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس الزمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله ستشارك معكم وصفة طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء باستخدام مقونين فقط فهذه الوصفة ستساعدك على إزالة الخلايا الميتة وبالتالي توحيد لون البشرة بالإضافة إلى أنها جد مفيدة وفعالة في إزالة الرؤوس السوداء من أول استخدام كما أنها ستساعدك على تفتيح لون البشرة في وقت قصير جدا نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات هذه الوصفة الخاصة بإزالة الرؤوس السوداء وتوحيد لون البشرة فستحتاجين في هذه الوصفة كمقدار من العسل إلى ملعقة صغيرة من العسل فالعسل له العديد من الفوائد الصحية والجمالية فهو يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات وأيضا يعمل على تفتيح لون البشرة من أول استخدام أما المكون الثاني الذي ستحتاجينه أيضا في هذه الخلطة الخاصة بإزالة الرؤوس السوداء وتوحيد لون البشرة ستحتاجين إلى السكر الخشن فالسكر الخشن يعد أيضا من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة التي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء من أول استخدام لهذه الوصفة إن شاء الله ستتخلصين من الرؤوس السوداء وكذلك ستوحيدين لون البشرة وتوزيلين البقع الدكنة والتصبغات وأيضا ستوزيلين آثار حبوب الوجه أو حب الشباب وكمقدار ستحتاجين من السكر الخشن في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة كذلك من السكر الخشن وإذا كنت تتوفرين على السكر البني فيمكنك استخدامه أيضا في هذه الوصفة فهو سيفي بالغرض فضلا وليس أمر الأختي الكريمة إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على طريقة التحضير وطريقة الاستخدام فيما يخص طريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتقومين بتوزيعها على الوجه بالكامل والرقبة أيضا وتقومين بعمل مصاج أو تدليك للوجه بالكامل والرقبة وتنتظرين لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك تقومين بغسل الوجه بالكامل باستخدام الماء الفاتر تكررين هذه الوصفة أو هذه العملية مرتين في الأسبوع إلى أن تتخلصين نهائيا من الرؤوس السوداء وكذلك توحيد لون البشرة كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بإزالة الرؤوس السوداء والبقع الدكنة والتصبغات أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأوك والسفصارتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته